كمان رئيس السيسي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية الرئيسان اتفق على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف سبل تطوير العلاقات الثنائية كمان تبادل الأراء حول الأوضاع الحالية في المنطقة وأكد السيد الرئيس على ضرورة خفض التوتر الإقليمي وتجنب التصايد غير المدروس اللي قد يؤدي إلى مواجهات خطيرة بتؤثر سلبا على الأمن والاستقرار الإقليمي الرئيس عبدالفتاح اسيسي كمان استعرض خلال الاجتماع الجهود المصرية المكثفة للتهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي لبنان وأكد على أهمية حشد الجهود الدولية لدفع جميع الأطراف إلى التعامل وبإيجابية مع المساعي الهدفة لاستعادة التهدئة في المنطقة بما يتيح معالجة الكارثة الإنسانية اللي الحقيقة بيعاني منها المدنيين في فلسطين وفي لبنان موسيقى